جود مورنين جود مورنين جود مورنين واو شو برده نحن شو لا نعرف أهلا وسهلا فيكم اللو بيت بتاكل وقطع بوادي ما فيك إذا شايفتش يدوم واوه يطلع عجل نحكد جود مورنين علو روميرو ما قطنا على اخر جود مورنين أكل بيربح جايز اخذت ماء خمس دقائق انا اللي مفكر انه بده 40 دقيقة بالبيت ما ضبطت معنا على ثلاث مرات الروعة وعملنا المنقوشة منقوشتهم منقوشت عجينتهم عظيمة ثلاثة اربع عنوية جبني زعتر اونتوب تبلش على الساعة سبت الصبح للساعة 11 تقريباً في عنا روم سيربس في عنا كمان بوفي ستايل فوق البوفي الكنسب تبعه grab and go يعني كل اشي اندفج واليباك وسيلت كمان انجليش موفن عالقاد 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 فولانداز الاسدتي طبعاً البيضة وصفارة مثل ما لازم جيد سلمن كواليتي ريوايند لنبدأ جود بونيك بنهار عزيم وين محل ما تطلع الشمس على وجه بالعقب محل بهذه النقطة في نشوف ثلاثة بلدان وانا بالرابع محل ما التقس كتير حلو محل ما كل العالم تجي كرميل البحر اللي يمحكي عنه من احلى بحور عالم عقبة دي سفن جوردن اميزنج جوردن and it starts now مش عمي عرف حكاً يلا بتبالي شوين بالترويئة عهد تراسي اللي خارجي نعمل الي بارتي اميتن شخص مرحباً 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 حيث اسحالي عن جد مثل الملك يعني طب ريحة عالطاولة بتاخد العقل يعني نعم بيطلع ريحة نيتلا من هون وريحة شوية فول من هون وريحة فرشنس من هون ريحة جبنة من هون دي ستح 270 كلها ب شو هي فرنش توست باسطيقه ولا زبدة ليست جدا قبل خفيف سابق مرتين جبنة ضرورة الصبح وبعد الأكل وصلنا على سوق السمك فش ماركت لأننا نقل السمكاتي اللي بعدين نرجع نعملها يس أول وقفة سوق السمكة الريحة هون رائعة بعد ما وعيت هاي السمكة أهم سمكة بالعقب اللي هي سمكة الناجم هادي تونة بسموها العقب كثير بنزل الصيادين من أربع نصف بجير الخمسة وبروح والعصر تقريبا مارك شوف ماذا بدا نعرف أنا كل هولا أول مرة بشوفهم ما بعرف شوفينا نشبهما نبينهم بالعنيون بالبحر الأبيض المتواصل أنا استعادت بصديق ماركو اسمي لبنان بقال لي أنو بنا نشفناهم هاي من قطيب شي اسمها ريبع الميرو روج عنا مت كأنها لقوس إذا بدنا نوان فقال لي هاي من قطيب سمكات نوشينها هاي ده عبور كثير كثير طيبين بنسميها ماهي ماهي من قطيب السمك المعقولة كمانة أودورات كوريفان كمين دولفن فش هو قلي هاي دولفن فطلع اسمه ماهي ماهي كمين دولفن فش طيب كثير ما فيهم لاتن نيز بلا بس أنا قريته لانو بتعرف يعني بدك اللا كيها هاي ده مثلا لازم قللك كوريفانا هيتيروس عندما نحن جينا اليوم عشان ننقي سمكة اليوم عشان نطبخها وطريقة الطبخ راح تكون اليوم سمك زرب يعني بالعادي زي ماهي متعارف دايما الزرب بنعمل لحنة أو جاج بس اليوم حابين نعملها اشي مختلف هاي شو اسمه ماهي هلا هيدا اسمه هيدا من عائلة السلطان إبراهيم كير طيبة كباشا موسيقى أهلا وسهلا فيكم احنا أنا فراس الحاحلة مدير مرصى طيور العقبة هذا المكان يعد أحد أهم من المناطق لاستراحة طيور المهاجرة خلال عبورها للأردو احنا منقع على ثاني أهم مسار هجرة الطيور في العالم بيعبره تقريبا أكثر من سبعة ونص مليون طائر محلق وأضعاف هذا العدد من الطيور من الأنواع الأخرى هذا المكان يعد آخر استراحة للطيور قبل دخول أفريقيا من اتجاه الأردن وأول استراحة عند العودة من أفريقيا باتجاه أوروبا في هذا المكان موجود بيئات مختلفة البيئات المختلفة الهدف منها استقطاب أنواع مختلفة كل ما زاد عدد البيئات كل ما زادت أنواع البيئات بزيد أنواع الطيور اللي بتستقطاب في هذا المكان نحن نرى كيفية أكاسيا وبالنسبة لأننا قلنا بمثل أكاسيا مهمين للأردن يعني أنا بالنسبة لأنها أهم شجرة من دونها في كتير حياة ما تكون وجودة الآن كثير صعب تتطلع على أكاسيا وتقول اسمها من دون الفويكيا حتى مع الفويكيا فينا لا نقول أي واحدة لأنه كثير ديفاري لذا هذه هي تكون أكاسيا رديانا وفيها تكون غير ولكن تخيل إديها الفويكيا منها الأكاسيا التي رأيناها في الصحراء كانت قوطة أسمك لا تشبهها أبدا مئة بالمئة ولا قليلا هل تتاكل لوبيا؟ لا بس من عائلة اللوبي برافو بالأردن في 27 مرسد أو مختلف للطيور والمناطق المحمية بالأردن كرمية للطيور مثلها IPAs هي تقريبا تشكل 8.5% من المساحة لازم كتير هالمراكز تتطور أكتر كتير حلو أن عندهم لقد مراكز لازم يفهم الإنسان من دون طيور ما عندنا غابات وهذا الشغلة كتير مهمة واللي كان عم بقوله قبل الطيور ما بتحب تقطع كتير فوق الصحراء ولا بتحب تقطع فوق الماء إذا ما عندنا مطارح ترتاح فيها لتكمل خاصة وقت الهجرة طيور معرضة لخطر كتير كتير وشاناك أهميتها المراكز إحنا المنطقة تبعتنا نصف كيلو متر مرب نصف كيلو متر مساحة الأردن بالكامل 90 ألف كيلو متر مرب في الأردن مسجل 436 نور في النصف كيلو متر مربع هذا مسجل 270 نور عشان هيك 57 إلى 58% من الأنواع المسجلة في الأردن بالكامل ممكن إما تتشوفها في نصف كيلو متر مربع في هذا المكان شكراً عام 1986 أنشئت محطة تنقية محطة تنقية ما في حد بيجي يزورها إطلاقها عشان هيك لأنه إحنا منقع على ثاني هم سارة الهجرة طيور في العالم المسطحات المائية اللي بيتشكلها محطة تنقية أصبحت مقصد لطيور المهاجر للإستراحة لذلك بعد ما تم استغلال هذا المكان للترويج السياحي بهدف مشاهدة أنواع مختلفة منه طيور أكثر من 10 آلاف زائر سنوياً بيزور هذا المكان نحنا ما كان فيها نجي على الأردن منصور هيدا الشجرة هيدا الشجرة اسمها السدر أو بقلولا الزيسيفس فينا كريستي لأنه معروفة أنه يمكن هي تكون شوك المسيح وهيدا بتتاكل عنده أهمية رائعة مع الفويكة طبعا مهم بالنحل بحبه وهي من أهم أشجار مذكورة بالقرآن الكريم ساعة الواحد بيقول عصافير صعب كتير يتصوروا يعني بي نخبركم عنهم ونصورهم ومع أنه جبنا اللنس الكبير سريعين الهواء كتير قوي اليوم جربنا قد ما نقدر نعطيكم معلومات لازمة وبالآخر إذا حتما بدوا يعرف أكتر جوجل أو بنجمع نعمل حلقة تانية بعدين من هون من روح على الوقف اللي بعدها صار بعد ننزع على البحر لا عقبة بالبحر يعني صعب موسيقى من عجقة المدينة في الطعالة كتير كتير حلو أدي كلاسي أدي سيمبل أزرق أبيض لا شيء آخر والبحر هون بليلة كيف جوا والرواق والموسيقى عن الجد مثل واحد بس بقطع بوابة طلع من محل سيفر على غير بلد تصارب محل تانية جميل موسيقى صباح الخير عمر مضعين من دايبرس دايبرز نحن موجود في آيلا أويسز بالعقبة زي ما انتو شايفين المشروع كلنا نحن متواجدين في المارينة ونستنى الأمور تجهز وبعدين راح ننطلق باتجاه الشبط الجنوبي موسيقى 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 من قوضة لقوضة لقوضة في عنكن القنانة عنكن حمامين وغيوج ثلاثة طوابق موسيقى 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 توقف لتوقفك هناك لتركيكم اليوم على السكوبا يونيت اللي هي راح نستعملها لما نعمل الدايبينج راح نحكي لكم شوي عن أساسيات الدايبينج وإيش المطلوب حتى انك انت تعزر تعمل السكوبا دايبينج هلا زي ما عملنا أول إشعب بين الورقة هاي اللي هي ال insider عشان نعرف أن الحال الصحية مناسبة حتى ما يكون في مشاكل ضغط الدم وممكن يسوي لنا مشكلة الغاز ممكن تسوي لنا مشكلة فإحنا بنتأكد من الحالة الصحية تمام والشخص اللي بده يعمل يغطص بيكون فت إنه ينزل تحت الماء لكن واحد هو الأساسي إلنا للتنفس والتاني للأمرجنسيز في حالة إنه الغطاص اللي معانا تحت الماء لأنه إحنا دام نغطص اثنين على الأقل وما في حدا بغطص لحاله دايما لازم يكون في معاك بودي تحت الماء في حالة لأي طارق لن أش alta هنا تحت الماء يعني أعيض ذا العقل شو أنا بكيأد هي هذا الهدف من الغطة أنا بدي شوف سوت بدي شوف كل هنفرulars أريد أن أقول لك من دور فموحون سوف أكتب لك خيراً ونحيطوننا شيء قبل أن نبدأ الآن نتحدث عن البحر الأحمر ما أهميته وما هي الشهزة؟ تعلموا عن البحر الأحمر بشأن نبدأ؟ أعمل ما بلأول أنه هو واحد من أربع بحور بالعالم عنده اسم لون يعني في الـ Red Sea في الـ Black Sea White Sea و Yellow Sea أهميته أنه في تقريباً ألف وميتان نوع سامكة منهم عشر بالمئة ما بيطلعوا وما بيعيشوا غير هؤلاء موجودين هؤلاء في تقريبا 200 كمانة كورر الريفز كنت تعرفين دائما همين الكورر الريفز حتى لو تاني اكتر بحر بالعالم مالح من بعض البحر الميت فيه 1200 نوعه عساما لانه البحر الميت في 30 بالمئة مالح هون يبقى 3.5 إلى 4.1 ومنه كتير مالح نسبية حيات فيها تكون موجودة تاني او ثالث اهم بحر واحد يجب يكتشفق ويخلص كمانة بوردرز تمام بلدين في 25 آلاند فيه جزيرة جزيرة كتير حلو يعني يعني بيخدصوا هيدا ادسي باردايس لانه يخدوهم الموج اليوم ما حدا مصدق انه بي مارتش يعني بالشهر التالي هالقده في موج عالي وحتى لو نحنا ضباينا قريب سرنا ليكوا قديش بعاد انجا 50 متر البحر ازرق فاتح 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 قد تخلصها بكتيري اسمه رد سيه لانه هون بتطلع نوع من سيانو بكتيريا في نسبوه القالق هي سيانو بكتيريا هي اللي بتخليه سير لونه احمر سيزن اللي مش نيك سموه البحر الاحمر هو عيطلع دول ويحكي تحت يا دنيا بس لاري اهتم في رح تغنجه مضبوط رح القطل ايدو تما يخاف موسيقى 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 جيداً سوريا الخارج سكر واني مرشح يلا اكسايد انتبالش من تحت ماء انشالا يكون السور تبنيح موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اذا احداً يحب الغطس اذا احداً يغير جو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحباً روميرو بشرفكم جاعوا الشباب ونحن بعضنا بالبحر والأجواء كتير حلوة والطقس حلوق الهوايط حلوين بليس شو عندكم؟ بعتولوا اندليفيري للشباب لأنه مارك إذا جاع مشكل كبير 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 اه نص ساعة ايه خلص ايه خلص ايه خلص نحن بالبحر ما راح تضايعونا ما راح تضايعونا يلا ناطرينكن والله مروفشينا ايه؟ شغلي؟ شغلي؟ مرحباً 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 ما خلصت بعد لأنه صار وقت الغداء وين؟ بهذا المنظر الرائع وين؟ باللوكجري كولكشن من ميل البحر الرمل ومن ميل الشفية اللي جيبوا لنا السمك الصبح محضرين لنا مش زرب لحمة بس زرب سمك مع التحضير غير شكل ماشي ماشي من اللي صار I was expecting ما كنت منتظر ولا شي من اللي صار وعنجاد feeling blessed and honored كل ديئة ننتبه للسمكي قدامكم هلأ وبدين بدنا نجوحز الرز ونزله بالزرب بطل عنجوب اشتركوا في القناة 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 موسيقى انظروا رزاة. الرزاة انطبخوا مظبوط 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 نقطت كل السامديو كل جوز لتحت الخضرة and we are good for an amazing lunch beautiful and that's how we finished the barma the gathering and the important thing we finished for 10 hours or plus or minus and we saw something very 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 nice so in a moment we saw the city the sea super delicious food amazing food and here we go a night later in amal this is the food that takes the family and the most important thing is sweet potato sweet potato sweet potato with red color like malaysia oh my god it's not normal moment of truth bam explosion explosion it's not normal and the meat super sweet extremely juicy I just opened the 10 this is the meat let's see what he eats another food and what I am going to eat amazing 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 10 10 I know why you like the tea and I am sure you can get that like that the sunset is a regular American on the sea that fill with the best last impression ever today you will be eating all the things like that like that I think you can do it like that you can do it like that like that you can do it today you can do it 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 this picture it's a little sweet here I am I am I am I am I am I am super amazing مرحباً شاف إجا عملنا سورفليز في خمس ايس كريم كلهم فريش 100% ما في البودرة و جيلاتو ستايل و هولف بورك وتحدينا إذا منادر نلاقي الطعامات انا بدي لك سلطة كارامل بسوين لونا روز انا حساد فيها فانيلا و فريز بيتروت ساعتنا على الآخر مصبنيها أمراً بيتروت يقول لازم يكون لونه أحمر كتير غامق وهذا الشي يذكرني بالتاستنج تبع الأوليف اويل يعني زيت الزيتون بزيت الزيتون ممنوع تشوفه اللون فاللون بمحلات بغش رح نتنيدتا على الفريز رح نتنيدتا على محل تاني ساعت المكان لازم حلق أخضر أخضر هيا مش هتعرفها انت اي لانه هيده طوم سوى أبيض بدقة انا لازم لقى شيء أبيض حليب بجوانيلا لا بقر صافي سيج سيج نموية كيبت عزرة كارامل هيل أوليف اويل بطل عن هلأ بطب دعب سامنة 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 بلديك سامنة 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 دايتس سين تريجيس سين تريجيس يلزرناه قبل مرة تغداينا فيه تعشينا فيه وكان وقت قلت انه يحل مشي نهار اشي اشي ننام هون and we did it طلعوا amazing experience الديكار روعة الاوضة عظيمة والشافية كلهم جاي شواعي وبكير ساعة ستة تاهتموا فينا ويحضرون لترويقة غير شكل تكون اخر ميل مناكله اخر وشبة قبل ما يرجع عبابت رادي؟ يلا شاف good morning هل عجد مرسي لكل الشباب معي بكير في الميلنا شاف خبرني لتنى خطاليك مصير بريز جبنا herb's من كل اردن وعملنا لك منهم انشياء different tortines flatbread you're gonna love it لدينا ثلاثة راستورانات الأول هو صغارتة ماشا بروزاري إطاليا و فرنشة و كاليفورنيان ثم لدينا تمارا و من جديد فتحنا مركادو إطاليا بيزاريا كاليفورنيان و شغلين شغلين يعني في تفكير بكل شغل يعملوه حتى المنقوش هين باين سبيسيال طريقة الزعتر الجبنة اللي بنادورك في مزيانين و منشيل منه الماء من جوه الخضار اللي مستعملينو الميزنتيشن تتخيلوا ان هول طرعوا قديش رفاع تتخيلوا انعظمين وبالاخر فول ميل فاي نتذكر ماش نقول نتذكروا لاتونيا و وش هادل شو هتطوروا العظيمة انا امريلي امبراسط مش عم بقدر استوار بها الفكرة الدي نسلقين بحياتنا و اكلين و هيك كان يماجن انه هيدا هي السيكلمة يعني تتخيلوا نحنا بلبنان و سنان الدي في السيكلمة منسميهم نحنا لنا كوكو او سكوكا و هيك بس انا مش عمسدي انه حدا في يحول السيكلمة لهيكش هيدا الهند بالبريقة او العلد يعني لا اعرف انا امبراسط و حتى هون كيف مستعملين كل شي الورد الجوري بهاك و اكتر شي في كلمات استعمالهم نشاف مثل هيرلوم هيدا شغلة مهمة معناتها عم نحافظ على البرائتة الادمين يعني هيرلوم مثل ما احنا عم نقول بنادورها بلدية بطلت لقيها بالسوق هيدا شغلة رهيبة باستران تباستعمال بيس ستنبال بسطران بيس ستنبال بسطران ماهو ابر لفت واو بين السبايسينس والسويتنس البهارات كتير قوية عجينته ومش معقوش وطيبه مش معقوش وطيبه باخر فقعة البومغرانت زيت الزيتون انا مش اكتلك بحياتي قبل يعني من فيه مطاعم بانجلند وهاك ربحوا بس تلسترنت بالعالم لانه صلقوا الاشياء الاثنتيك واخدوها للغ العالي انا هي اول مرة بحياتي شوفها مدوقع بحياتي الادة 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 الافل علي اكل بيربح جايزة يعني من الخبز and up من balance of flavors من طعمة الطبيعة upscaling بسليع عشبة الطبيعة هو المنمشي عليه ونحن عم تمشى بلح مش عدج انا اتروق عادي بس مني عارف هالقدة هالقدة رح ننبهر خطامها مسك وصر وقت نتجه على المطار موسيقى فينا خبركم كانت جمعة تير كتير حلوة السفرة بطريقة غريبة جديدة السفرة اطلعنا على اشياتانية انا ما كنت اطلع فيون من قبل نيتشر من ميل يلي هي الطبيعة باوديورسيتي التنوع النباتي بعدين عنا سياحة اكيد عنا اكل عنا قتلات كانت جمعة من العمر السبعة ايام اليوم الثامن فينا خبركم انه ما نمنى اكتر من خمس ساعات الليلة اشتغلنا كتير كتير بس كنا عمنوعك اليوم الصبح مع حماس ادمامدكن بس فينا خبركم انه رح خبر ولادة عن سفرة من العمر من احلى سفرات الي عملون لانه كانت متنوعة كانت مغزاية متغزية بتغزي النفس وفيني اقلكن وبترجع ايد للمرة الالف بشكركم على محبتكن على متابعتكن على اندفاعكن على حماسكن جيدا 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 انا احبك ويمكن مرت الشي بنتفك بالبير ويجيبه اذا بدك انت قرر عمصور يوتفل نحنا بالبرد نحنا بالبير نحنا بالبير نحنا بالعقبة ايه بالعربية ايه كبير 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 بخوصة سعيد هناك موسيقى ومشاهدة موسيقى وموسيقى موسيقى وموسيقى وموسيقى لارد موسيقى لتخصص موسيقى اشتركوا في القناة